يقول شروط الصلاة تسعة هذا بالاستقرار وهي قسمان شروط عامة وهي ثلاثة وشروط خاصة وهي ستة فأما الشروط العامة لجميع العبادات في الجملة فهي الثلاثة الأولى الإسلام فلا يستصح الصلاة ولا الزكاة ولا الحج ولا الصيام إلا من مسلم وأما الكافر فعمله لا يصح قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فلا تصح من الكافر أي عبادة الثاني العقل وضده الجنون فالعاقل تصح صلاته وتلزمه الصلاة وأما المجنون فلا تلزمه الصلاة ولا تصح منه لو صلى لأن العقل هو مناط التكليف سنخفف من ذكر الأدلة حتى ما يأخذ علينا ولا كل مسألة طبعا لها أدلة ولها تعليلات عند العلماء لكن طبيعة الدرس المختصر لا نتوسع في ذكر الخلاف والأدلة والتعليلات والثالث التمييز فالصبي نوعان صبي مميز وصبي غيره مميز والصبا هو ما دون البلوق لكن الصبي على مرحلتين المرحلة الأولى دون التمييز وهو من السنة الأولى إلى السنة السابعة فما دون السابعة هذا غير مميز وإذا أتم السابعة ودخل الثامنة صار مميزا هذا غالبا وإلا قد يميز قبلها وقد يتأخر تمييزه بعدها لكن الشارع وضع في الصلاة بالذات لأهميتها حدا محدودا قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع ما معنى أبناء سبع هل هو الذي دخل السابعة أو الذي فسخ السابعة ودخل الثامنة الذي فسخ السابعة ودخل الثامنة هذا الذي يقال له ابن سبع لأنه أتمها فصار عمره سبع سنوات وأما الذي دخل السابعة فعمره ست سنوات ويوم ست سنوات وساعة ست سنوات وأسبوع فهذا لا يؤمر بالصلاة حتى يكمل السابعة والناس يتوهمون خطأا العكس وغير المميز لا تصح صلاته ولذلك لا يجوز أن تصاف الصبي الصغير فإذا كنتما إثنان ومعكما طفل عمره خمس سنوات ما يصح أنك تكون خلف الإمام والإمام يتقدم عليك بل تكون بجانب الإمام والطفل يكون بجانبك عن يمينك لأن هذا غير مميز فالأصل أنه لا صلاة له الشروط الخاصة بالصلاة ستة الأول رفع الحدث والحدث يعرفه الفقهاء يقولون هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها فالمحدث ضد المتطهر والمحدث هو الذي أخرج حدثا أو أصاب حدثا والأحداث هي نواقض الوضوء ومجبات الغسل وستأتي إن شاء الله بعد مبينة فمن أحدث لا تصح صلاته حتى يتطهر فإن كان الحدث أكبر اغتسل وإن كان الحدث أصغر توضع طيب ما حكم صلاة من صلى محدثا لا تصح صلاته بإجماع المسلمين قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضع وقال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول طيب من صلى محدثا ناسيا هل تصح صلاته؟ الجواب لا تصح فإن كان عامدا فهو آثم ومرتكب لكبير من كبائر الذنوب لأنه مستهثر بالصلاة وإن كان ساهيا أو جاهلا أو ناسيا أو غافلا فصلاته لا تصح طيب ماذا يصنع؟ يعيدها بعد أن يتطهر فمن صلى الفجر بالوضوء وبعد الفجر رأى على ملابسه أثر جنابه على سراويله أثر المني ماذا يصنع؟ هل يقول صليت ونتهى؟ الجواب لا يغتسل ثم يعيد الصلاة طيب لو وجد هذا الساعة العاشرة ضحن ماذا يصنع؟ الكلام نفسه طيب هل يجوز أن يؤخرها إلى غد مع صلاة الفجر؟ هذا يفعله الجاهلون وأما من عنده علم فيعلم أن هذا لا يجوز بل يجب عليه أن يصلي مباشرة قال تعالى وأقم الصلاة لذكري وقال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك أصل الحديث في الصحيحين وهو حديث أنس رضي الله عنه الثاني من الشروط الخاصة إزالة النجاسة وبعض العلماء يعبر بتعبير أدق من هذا وأحسن يقول اجتناب النجاسة اجتناب النجاسة وهذا أدق من إزالة النجاسة فنقول من شروط الصلاة اجتناب النجاسة في ثلاثة أشياء في البدن والثوب والبقعة التي تصلي عليها فلا يجد أن تصلي على نجاسة مباشرة لكن لو كانت النجاسة تحت الفراش تحت السجادة صلاتك صحيحة لأنك لم تباشر النجاسة بل لو كانت النجاسة تقابل صدرك لا تأتي عليها يداك ولا قدمك ولا ثوبك فصلاتك صحيحة لأنك لم تباشر النجاسة وهنا مسألة مهمة بعض الناس بل كثير من الناس عندهم وسوسة في النجاسة وغلو في النجاسة فإذا دخل إلى فندق يظن أنه لا تصح صلاته إلا على سجادة يأتي بها معه أو يأخذها من الفندق وإذا دخل بيت أخيه لا يظن أنه لا تصح صلاته إلا على سجادات وهذا غلط الأصل في الأشياء الطهارة أو النجاسة الطهارة فصل على أي شيء ما لم تعلم أنه نجس صل على التراب وكل التراب طاهر صل على البلاط وكل البلاط طاهر صل على الزفت زفت الشوارع وكله طاهر صل على الفرشات في أي مكان ولو كانت سوداء من الوساخة فالوساخة الشيء والنجاسة هيش؟ شيء آخر فالأصل في الأشياء الطهارة فلا تدقق على نفسك ولا تتعب حالك لكن إذا رأيت نجاسة اجتنبها من صلى وفي ثوبه نجاسة في شماقه نجاسة في سراويله نجاسة في ثوبه أو قميصه نجاسة فإن كان عالما فهو آثم ولا تصح صلاته ويجب عليه إعادتها بعد غسل هذه النجاسة أو تبديل الثوب من صلى في نجاسة وهو جاهل أو ناس فعلم في أثناء الصلاة نقول يجب عليه أن يزيل نجاسة أثناء الصلاة فإن كان يمكن أن يزيلها في طاقيته في شماقه في صخة ويكمل صلاته صلاة الصحيحة إن كان لا يستطيع أن يزيلها في ثيابه الداخلية فهنا يقطع الصلاة ويغسلها أو يبدل الملابس الداخلية ويستأنف الصلاة من أولها يبدأ الصلاة من أولها الحالة الثالثة هذه ذكرنا ثلاث حالات الحالة الثالثة أن لا يعرف أو لا يذكر إلا بعد انتهاء الصلاة فنقول الصحيح من قوله العلماء أن الصلاة صحيحة ولا يعيدها قال الثالث من شروط الصلاة الخاصة ستر العورة وعورة الرجل من السرة إلى الركبة وليس معناه أن الرجل يصلي بالشورت كما يسمونه اليوم هذا غلط وهذا للأسف شيء شائع عند الناس قال الله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم هل الشورت هذا زينة تدخل فيها للمسجد؟ هذه حقيقة قلة أدب ونوع من قلة الحياء ونوع من قلة تعظيم بيوت الله جل وعلا هل تستطيع أن تذهب الشورت إلى زواج ابن عمك؟ ما تروح لكن لماذا بيت الله عز وجل تعطيه حقه؟ لماذا لا تعظم بيت الله جل وعلا؟ فلذلك ينبغي على الآباء أن يربوا أولادهم منذ الصغر ما يجبهم في المساجد بالشورتات ولدك صغير عمرها ربع سنين لبسه ثوب يقول لك ليش يبقى؟ هذا المسجد يا ولدي هذا بيت الله هذا أعظم من أي بيت لكن للأسف الآن لا الآباء يربون أولادهم على السنة ولا الأمهات ولا الآباء أنفسهم يتربون على السنة إلا من رحمه الله تجد رجالا عمره أربعين خمسين يجي للمسجد بالشورت وأردع منه إذا كان الشورت قصير فخرجت فخذه بطلة صلاته لا صلات له باتفاق المذهب الأربعة بل قول عامة الفقهة رحمنا الله وإياهم بل أصحابنا الحنابلة يرون أنه يجب مع تغطية ما بين السرة والركبة إنك تغطي منكبك في الصلاة للحديث المتفق عليه حديث أبي هريرة وليس على عاتقيه منه شيء فالواجب الحذر وهذا يخصنا به الفريضة في القول المشكور عند أصحابنا الحنابلة وهو دائر بين السنية أو الشرطية أو الوجوب والعلماء كلهم متفقون أنه ينبغي على كل حال أنك تغطي جسمك الأعلى فهذا الذي يأتي وهو في نيلة علاق وتلقى آباطه طالعة في الصلاة هذا قليل الحية ما يستحي لا من الله ولا من الناس وأردى منه لما تجيه ريحة آباطه صنان ولا شعر أبطيه والعياذ بالله نصف متر له متبع للسنة في لباسه وله متبع للسنة في نتفي آباطه أو حلقها فيا أخوان رب أولادكم على السنة أربعين يوم لك حد في مثل هذه الشعور وينبغي أن نحرص ونربي أولادنا على اللباس المهم والحسن في الصلاة لا تجيب أولادك بالصلاويل القصيرة إلى المسجد ولا إلى مجالس الرجال عودهم على الملابس ملابس الرجال والملابس الإسلامية التي ينبغي أن يلبسها الشباب وكل بلد بحسب لباسه لكن يلبس الإنسان في المسجد اللباس الحسن في ذلك البلد والله أعلم قال وَدُخُولُ الْوَقْتِ أوقات الصلاة محددة قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً فلابد أن تكون أوقات الصلاة مهمة فلابد أن الإنسان لا يصلي حتى يدخل وقت الصلاة ولا يجد أن يؤخرها بعد وقت الصلاة فالصلاة لها أول ولها آخر من أعظم الأخطاء الواقع اليوم تأخير صلاة الفجر عن وقتها وهذه جريمة من كبائر الذنوب يجب على الآباء أن يوقضوا أولادهم ممن بلغوا سبع سنوات لكوراً وإناثاً ليصلوا صلاة الفجر في وقتها ولا يجوز للآباء أن يؤخروا إلى أن يستيقذوا للمدارس الساعة سبع ولا ثمان ولا ست ونص قومهم يصلون الفجر في وقتها والولد يروح معك تربى على الصلاة في المسجد والثاني صلاة العشاء بعض النساء بالذات يجلس يسولف وصلحين العشاء وصلحين القهوة وكذا دروا لجت الساعة 12 قالت هو ما صليت طلع وقت الصلاة خلاص ساعة 12 خرج وقت الصلاة في جميع أنحاء المملكة وغير المملكة ينظر نصف الليل هو نصف الليل اقسم الليل إلى النصف ويتبين لك نصف الليل وفي طريقة سهلة بس ما حنا ذاكرينها الآن فعلى كل حال الليل يحسب عشر ساعات خلاص خمس وخمس هذا نصف الليل خمس وخمس المنتصف بينهن هو نصف الليل فالواجب الحقيقة الاهتمام وكثير انتبهوا كثير من أهل الدنيا لا يصلون الفجر في وقتها يصلونها إذا استيقظوا للدوام وهذه جريمة بحق الدين وحق النفس وحق الإسلام وحق الشريعة وجناية على النفس لأنك تحرق نفسك بنار جهنم بترك الصلاة حتى يخرج وقتها وقال تعالى مهدداً هؤلاء الناس فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون قال السلف هم الذين يؤخرونها عن وقتها ترى ما هو سنة ولا هي فضيلة هي فريضة فريضة ومن صلىها عمداً بعد خروج وقتها يخشى أن لا تقبل منه لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد بل يخشى عليه الكفر بعض العلماء يرون أن الذي يؤخر الصلاة عن وقتها عمداً كافر فهذه جريمة خطيرة أين الآباء الذين يتركون أولادهم اليوم ما يستيقظون إلا الظهر فيصلون الظهر مع الفجر هذه جريمة بحق الآباء والأمهات والأولاد قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها قال واستقبال القبلة القبلة هي الكعبة المشرفة أو جهتها لمن بعد عنها فلا بد أن تستقبل القبلة في صلاة الفريضة وفي صلاة النافلة في الحضر مطلقاً وأما في السفر فإن كنت على راحلتك فيجوز أن تصلي حيث اتجهت بك الراحلة أو المركوب والنية ومحلها القلب بإجماع العلماء والتلفظ بها بدعة باتفاق السلف ولم يقل أحد من علماء المسلمين المتقدمين من السلف من الصحابة ولا من التابعين ولا من بعدهم إنه يشرع الجهر بالنية بل هي بدعة حدثت في القرون من الرابع والخامس وما بعده وأما الذين يزعمون أن الشافعي رحمه الله تعالى يقول يجهر بالنية فهذا خطأ في فهم كلام الشافعي وقد أنكره أكابر علماء الشافعية وأنكره غيرهم من أهل العلم فاحذروا من هذه البدعة التي انتشرت في الناس اليوم وهي قول القائل نويت أن أصلي ونويت أن أتوضى ونويت أن أحج ونويت أن أعتمر ونويت أن أتمتع ونويت أن أتصدق كل هذا بدعة لا أصل لها إنما السنة أن تكون النية بالقلب ويشرع الجهر بالمنوي لا بالنية في أربع عبادات الحج والعمرة والهدي والأضحية والعقيقة هذه خمس ليس أربع خمس فتقول لبيك عمرة ما تقول نويت عمرة وتقول لبيك حجا ما تقول نويت حجا وتقول اللهم هذا منك ولك ولا تقول نويت هديا ولا نويت أضحية ولا نويت عقيقة تقول اللهم هذه عقيقة فلان بن فلان ونحن قوم متبعون لا مبتدعون لا نزيد على السنة قيد أنم له